ما زالت التدخلات الإيرانية في المنطقة تشكل تهديد للأمن العربي لذا كانت أحد المحاور المهمة التي سترتكز عليها القمة العربية هي هذه التدخلات باعتبارها تحديا يهدد الأمن القومي والعربي وقد بعث وزراء الخارجية العرب برسائل عدة خلال اجتماعات المجلس الوزرية العربي في الرياض استنكارا وتنديدا بالنعم الإيراني للميليشيات الإرهابية في البحرين واليمن والعراق وكذلك سوريا أيضا أبرز اجتماع اللجنة الربعية المعنية بالتصدي لهذه الممارسات الإيرانية أبرز رفض تهديد أمن المملكة عبر السواريخ الباليستيح نتابع أعلى درجات اليقظة مع إيران مبدأ أكد عليه المجلس الوزاري العربي المنعقد في الرياض تحضير للقمة العربية في دورتها التاسعة والشرين التي تصطديفها المملكة العربية السعودية لا سلام مع إيران قبل توقفها عن التدخل في الشؤون العربية وأطمعها في سوريا واليمن والبحرين وغيرها من الدول التي طالتها أذر الميليشيات الإيرانية على جيراننا من الأطراف الإقليمية أن يعلموا أنه عندما يتعلق الأمر بتهجيد الأراضي العربية أو العبس بسيادة الدول فإن العرب يتحدثون بصوت واحد ويتحركون انطلاقا من فهم مشترك كما ندد وزير الخارج السعودية عادل إجبير بالتصميم الإيراني على استهداف المملكة بالصواريخ الفاليستية التي تطلقها جامعة الحوثي إن بلادي لا تقبل ولا تتسامح مع الإرهاب والتدخلات الإيرانية في منطقتنا إن إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان فهي تقف وراء إمداد ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لها في اليمن بالصواريخ الفاليستية الإيرانية الصنع التي تطلقها ميليشيات الحوثي على المدن السعودية والتي بلغت 117 صاروخا في السياق جهود التصدي لهذه المخاطر جاء اجتماع اللجنة الربعية المعنية بالتصدي للممارسات الإيرانية لمشاركة وزير الخارجية سامح شكري حيث تم التأكيد على أن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة من خلال زرع الطائفية واحتضانها لقادة الإرهاب وتمويلهم ماديا وباستلاحة مع تصاعد الخطر الإيراني أصبحت الدول العربية بحاجة إلى استراتيجية موحدة تضمن التصدي بحسم للأرماع الخارجية وخاصة الإيرانية منها